بطائرات مسيرة وخبراء وأسلحة ثم قيادات إرهابية مرتزقة لم تعد خافية فضائح النظام التركي الذي دأب على دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا وقر البلاد لمستنقع التطرف إذاعة فرنسا الدولية أكدت في تقرير لها أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا خلال الأوينة الأخيرة تضاعف بشكل ملحوظ مشيرة إلى هبوط أربع طائرات تقل نحو 500 من عناصر المسلحة التي كانت تنشط في سوريا لزجهم بالمعارك بالساحة الليبية في محاولة لوقف انتصارات الجيش الوطني الليبي إذاعة فرنسا الدولية قالت أيضا أن مطار معي طيقة في ترابلس الخاضعة لسيطرة الميليشيات شهد حركة دؤوبة لعناصر قادمة من تركيا على متن رحلات غير مسجلة كما أوضحت أن هؤلاء المرتزقة قدموا إلى ليبيا عبر شركة الطيران الليبية وشركة الأجنحة المملوكة للإرهابية الليبي المقيم في تركيا عبد الحكيم بالحاج تقرير الإذاعة الفرنسية أيدته بيانات الجيش الليبي الوطني أيضا الذي أكد رصد وصول قيادات إرهابية كانت تقاتل مع داعش في سوريا والعراق على متن رحلات جوية انطلقت من مطارات تركية إلى مطار معي طيقة وبحسب الجيش الليبي قامت تركيا طيلة الأشهر الماضية بتوفير الدعم العسكري للميليشيات الإرهابية بهدف ضرب الاستقرار في ليبيا ونهب ثرواتها ترجمة نانسي قنقر